موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومشاهدين الكرام في جولة جديدة من صحافة حول العالم نبدأ هذه الجولة من صحيفة القدس العرب ونقرأ في أبرز عنوينها تراجع مؤشر الديمقراطية في العالم مجددا عام 2021 وسط ضغوطات كوفيد إذا سجلت معايير الديمقراطية تراجعا جديدا في العالم عام 2021 وسط تداعيات وباء كوفيد 19 والدعم المتنامي للاستبداد حيث بات نحو 45% فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية وفق تقرير لوحدة الإيكونوميست للاستقصاء وقال التقرير الصادر عن الوحدة التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن إن الوضع بقي كما كان عليه عام 2020 أي أقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديمقراطية وهذا المنح أيضا آخذ في التدهور وضفت الوحدة أن المؤشر السنوي للديمقراطية الذي تصدره يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائر استبدادية وأظهر المؤشر الذي يقيم حالة الديمقراطية في العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010 مسجلا أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 للمرة الأونة صحيفة فورين بوليسي تتساءل هل سينهي السعي الديمقراطية تونس ويحولها إلى ديكتاتورية دائمة تجيب الصحيفة في التفاصيل إذن تساءلت الصحفية في مجلة فورين بوليسي نوسومت عن سياسات الرئيسة تونسي قيسي سعيد وإن كان سيقتل الديمقراطية التونسية أشرت الصحفية إلى أن البلد الذي أدى لاشتعال الانتفاضة العربية في طريقه إلى أن يصبح ديكتاتورية دائمة وأكدت أن تونس التي طالما نظير إليها بالمعقل الأخير للديمقراطية العربية باتت تتأرجح نحو الإفلاس الوطني وتم تأخير دفع رواتب الموظفين في كانون الثاني يناير بسبب بطء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ وزاد الدين التونسي إلى حوالي 100% من الناتج المحلي العام ووسط ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي كان المهاجرون التونسيون في عام 2021 هم أعلى الجنسيات التي وصلت إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط وشددت على أن نسبة 50% من الشباب الذين يبلغون من العمر من 18 إلى 29 عاما إنهم يفكرون بالهجرة ونوهت إلى أن الذين يقادرون الهجرة لا يتركون بلدهم لأسباب سياسية ولكن الرئيس قيس سعيد هو عرض بل هو عرض لمشكلة أكبر فالملاحقة العميقة لنقاده ذكرت التونسيين وبشكل واسع بأساليب الدكتاتور التونسي السابق زين الدين بل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011 إلى صحيفة الشرق الأوسط تأكيد سعودي أمريكي على العلاقات الاستراتيجية تقول الشرق الأوسط طلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا من الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة تم فيه التأكيد والتمسك بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين وجرى خلال الاتصال التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس وشدد خادم الحرمين الشريفين على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله مثمنا ما أبداه الرئيس الأمريكي من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها بريطانيا تقول روسيا تخطط لتدريبات استراتيجية نووية قريبا قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الخميس إن روسيا تعتزم بدء تدريبات استراتيجية نووية قريبا محذرا من أن تحركات الكرملن تتجه في الاتجاه الخاطئ رغم الجهود الرامية لتوصل لحل دبلوماسي وأضاف في حديث إلى راديو هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن بريطانيا اطلعت على معلومات مخابرتية تشير إلى أن روسيا تعد خطط لتنفيذ عمليات كذريعة لغزو أوكرانيا إضافة لشن هجمات إلكترونية وغيرها من أنشطة زعزعة للاستقرار وتابع لا يزال الروس يعززون مجموعاتهم القتالية وهم يخططون لبدء تدريبات استراتيجية نووية قريبا ونشهد بالفعل المزيد من النشاط في أنحاء العالم عراقي ذو خبرة عسكرية مرشح وبقوة لقيادة تنظيم داعش هذا ما قالته صحيفة العرب إذن يستعد تنظيم الدولة الإسلامية داعش للإعلان عن خليفة لزعيمه أبو إبراهيم القرشي الذي قتل في عملية أمريكية الأسبوع الماضي فيما يرجح مسؤولون أمنيون ومحللون مستقلون أن يخرج الزعيم القادم للتنظيم من دائرة ضيقة من المتشددين العراقيين الذين صاقلتهم المعارك ممن برزت أدوارهم في أعقاب الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 وقال مسؤولان عراقيان إن أحد أفراد المجموعة المرشحة لخلافة أبو إبراهيم القرشي الذي فجر نفسه خلال عملية أمريكية لاعتقاله في سوريا الأسبوع الماضي هو قائد عسكري أعلنت واشنطن وبغداد عن مقتله العام الماضي وكان مقتل القرشي الذي يبلغ من العمر 45 عاما ضربة قاصمة للتنظيم بعد عامين من العملية المماثلة التي لقي فيها زعيمه السابق أبو بكر البغداد مصرعه في عام 2019 ولم يوجه القرشي كلمة علنا إلى مقاتله وأتباعه وتجنب الاتصالات الإلكترونية وأشرف على تحول أسلوب القتال إلى وحدات صغيرة منفصلة ردا على الضغوط الشديدة من جانب القوات العراقية والقوات التي تعمل تحت قيادة أمريكية حركات تمرد وانقلابات تقود الديمقراطية في الساحل إذن شهدت دولة أخرى من الساحل الإفريق انقلابا عسكريا وهو انقلاب آخر تشهده المنطقة للسنة الثالثة على توالي حيث صارت بوركينا فاسو خلال الأسبوع الماضي في نفس النفق المظلم الذي سلكه الآخرون ولد بوركينا فاسو حكومة ضعيفة غير قادرة على السيطرة على عنف الجهديين وسكانها سئموا من موت الأبناء والبنات في القرى النائية فضلا عن الاحتجاجات الشعبية وأخيرا وعد الجيش ببذل المزيد من الجهد أكثر مما بذلته الحكومة المدنية وبشكل عام فإن جميع البلدان الأربعة الأكثر اكتظاظا بسكان في منطقة الساحل الإفريقي قد شهدت انقلابات أو أجهضتها في خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية فقط إضافة إلى جمهورية جينيا التي تشارك مال نفس الخط الحدودي والتي وقع انقلاب بها في فصل الخريف الماضي ومن الواضح أن المشكلة تأخذ في الانتشار والأسبوع الماضي وقعت محاولة انقلاب في جينيا بيساو وهي دولة صغيرة أخرى تقع مباشرة أسفل الساحل للجريدة الكويتية واشنطن تهدد طهران بإجراءات عدوانية إذا فشلت في فيانا تقول الصحيفة في التفاصيل غدا تستئناف المحادثات الدولية التي انطلقت مطلع أبريل الماضي بشأن الملف النووي الإيراني في فيانا بعد التوقف استمر عشرة أيام لوحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تشارك بشكل غير مباشر في المباحثات بأقوى تهديد لطهران في حال لم تنجح الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الامتثال بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 ونقلت شبكة سي أن أن عن أن ثلاثة مسؤولين بالبيت الأبيض أمس أن إدارة بايدن تعتقد أنه سيتعين عليها شن جهود عدوانية لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي في حال عدم إنقاذ الاتفاق نهاية فبراير الجاري وذكر المسؤولون أن الإدارة الأمريكية الحالية تعتقد أن أمامها حتى نهاية الشهر الجاري لإنقاذ اتفاق إيران النووي أو سيتعين على واشنطن تغيير مسارها ووصف مسؤول كبير في الإدارة الجولة الثامنة من محادثات فيينا الدائرة حاليا بأنها حاسمة مضيفا نحن بصدق في المرحلة النهائية فعلا أشار مسؤول ثاني في الإدارة الأمريكية إلى أنه لا شيء مع إيران يمر عبر خط مستقيم على الإطلاق لكننا نصل إلى لحظة حاسمة تفاول حذر بشأن أوكرانيا وأزمة الغاز تقترب في أعقاب جولة دبلوماسية مكوكية بدأها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي ترأس بلاده في الاتحاد الأوروبي بين موسكو وكييف وواصلها في برلين قال الكرملين أمس إن هناك مؤشرات إيجابية بشأن تسوية للأزمة الأوكرانية وتعليقا على لقاء ماكرون ونظيره الأوكراني أمس الأول في كييف قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف برزت مؤشرات إيجابية على أن الحل لأوكرانيا يمكن أن يستند فقط على الالتزام باتفاقيات مينسك الموقع عام 2015 بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بحذر شديد قال بيسكوف هناك مؤشرات إيجابية ومؤشرات أقل إيجابية مضيفا أنه ليس هناك مؤشر على أن السلطات الأوكرانية مستعدة للإسراع في القيام بما كان ينبغي على كييف القيام به منذ فترة طويلة وقال ماكرون إنه حصل على تأكيد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم حصول تدهور أو تصعيد في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا كما قال إن موسكو وكييف ملتزمتان باتفاقيات مينسك للعربي الجديد مسؤول إسرائيلي يزور تركيا سرا للتحضير للقاء أردوغان وهيرتسوغ ذكرت صحيفة يدعوت أحرانوت العبرية أن وكيل وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي ألون أوشفيتس زار تركيا سرا الشهر الماضي والتقى مستشار الرئيس تركي رجب طيب أردوغان إبراهيم كالين أشارت الصحيفة إلى أن الزيارة جاءت في إطار التحضير للزيارة التي يتوقع أن يقوم بها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ لأنقرة خلال منتصف الشهر المقبل وقال الرئيس تركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن هيرتسوغ سيزور تركيا في مارس أذار المقبل ونقلت صحيفة يدعوت أحرانوت عن مصادر في أنقرة قولها إنه يتوقع أن يصل مسؤول تركي إلى إسرائيل قريبا بهدف إعداد الأرضية للتطبيع العلاقة بين الطرفين وحسب الصحيفة فإن اللقاء بين وجفيتس وإبراهيم كالين كبير مستشاري أردوغان يكتسب أهمية كبيرة بسبب التأثير الكبير الذي يحظى به كالين في دائرة صناعة القرار التركي هدوء في طرابلوس بعد محاولة اغتيال عبد الحميد لدبيبة تمركزت أفراد من الحراسة الرئاسية وعدة سيارات تابعة للأمن الرئاسي صباح اليوم الخميس في منافذ المنطقة التي يسكن فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة في حي الأندلس بالعاصمة طرابلوس فيما يعيش باقي الحي أوضاعا طبيعية وتنساب السيارات في الطريق الرئيسي بشكل اعتيادي كما تبدو الأوضاع الأمنية الطبيعية في العاصمة طرابلوس فباستثناء بعض الحواجز الأمنية المعتادة في بعض الطرقات الرئيسية لا تظهر ملامح أي توتر أو تجديدات أمنية وأكد مصدر أمني في مديرية أمن الطرابلوس العربي الجديد أن الإجراءات الأمنية التي أجراها الأمن الرئاسي حول بيت رئيس الوزراء جاءت للاحتياط بعدم تعرض سيارته لوابل من الرصاص قبل وصوله إلى بيته في ساعات الصباح الماضية الاعتقالات السرية تتزايد في تونس وتعيدها لما قبل الثورة يوم الرايتس ووتش تتهم قيس سعيد بملاحقة معارضيه كشف تقرير جديد لمنظمة يوم الرايتس ووتش الحقوقية نقله موقع ميدلست آي البريطاني الأربعاء عن اتساع نطاق الاعتقالات السرية في تونس في ظل حالة الطوارئ التي أعيد فرضها في عام 2015 لأول مرة منذ الثورة التونسية التقرير اللفت إلى أن هذه الإجراءات التي تسميها السلطات التونسية بالإقامة الجبرية وإن شاع اللجوء إليها لسنوات قبل الثورة التي شهدتها البلاد فإن استخدامها تصاعد منذ أن استحوذ الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطات التنفيذية لنفسه في يوليو تموز 2021 كما صلت التقرير الجديد للمنظمة الضوء على قضية فتح البلد الموظف السابق بوزارة الداخلية ونور الدين البحيري وزير العدل السابق الذين يعتقلان في الواحد والثلاثين من يناير كانون الثاني بالقرب من منزليهما الآن مشاهدين إلى فقرة كاريكاتير شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابع دعوا دمتم بألف خير